اهلا وسهلا فيكم جديد في اكستر تايم كاملين معاكم فقراتنا وحديثنا الرياضية لهذه الليلة وقصة نجاح جديد ومشوار اكثر من ناجح في التصفيات بالنسبة للمنتخب النسوي غزارة تهدفية عالية برفع الراس الصراحة وايضا العلامة الكاملة في هذه المجموعة اللي راح نحكي عنها اكثر واكثر طبعا بصحبتها مدربنا الوطني القدير وايضا المدير الفني الكابتن ماهر ابو هنطش راح نحكي عن العديد من الامور اللي راح تكون مع المنتخب النسوي وايضا المدير الإداري المنتخب الوطني سوسن الحسسين راح يكونوا موجودين معنا اليوم لها قصة النجاح الجميلة والرائعة والجيل اللي عن جد بيستاهل انه يلعب في كأس اسيا وايضا يا رب يكون متواجد في كأس العالم دائما صانع النجازات الكابتن ماهر الله يسعدها المساكي يسعد مساكي طاري كيف امورك الحمد لله سوهل قمصاني الحلوية يقدم ننورنا اليوم الله يخليك وجودك أهلا وسهلا سوسن يسعد مساكي ونرحب فيك شكرا إلىك أهلا وسهلا أهلا فيكم إذن الصدارة الأردنية والمشوار المميز بالتصفيات الأسيوية نشوفه بهالتقرير أنهى منتخب السيدات لكرة القدم مشواره في تصفياتك أسياسيا المقبلة التي ستقام في الأردن بفوزه على المنتخب الفلبني بخمسة أهداف مقابل هدفين في آخر لقاءات منتخبنا في التصفيات التي أقيمت في تاجكستان ضمن المجموعة الأولى وتصدر منتخب النشميات مجموعته بالعلامة الكاملة بخمس عشرة نقطة بعد خمس انتصارات متتالية مسجلا سبعة وثلاثين هدفا ولم يدخل شباكه سوى ثلاثة أهداف في مجموعته التي ضمت منتخبات البحرين والإمارات والعراق وتاجكستان والفلبين وجاءت مشاركة المنتخب في هذه التصفيات كمحطة استعدادية له وفرصة سانحة للمدرب ماهر أبو هنطاش لاختبار اللاعبات وذلك باعتباره متأهلا مسبقا للبطولة الآسيوية كونه المنتخب المستضيف حيث من المقرر أن تقام النسخة التاسعة عشر من المصابقة في الأردن خلال الفترة من السابع إلى الثاني والعشرين نبريل العام المقبل وستشهد النسخة المقبلة من كأس آسيا للسيدات مشاركة ثماني منتخبات حيث كانت أربع منتخبات قد حجزت مقاعدها مسبقا في البطولة وهي اليابان وأستراليا والصين بعد أن احتلت المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية إضافة إلى المنتخب الوطني منتخب البلد المستضيف كما تأهل إلى النهائيات أربع منتخبات من خلال التصفيات حيث حجز المنتخب الفلبيني مقاعده بعد أن احتل المركز الثاني خلف منتخبنا في المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط إضافة إلى منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وفتنام أفطال المجموعات الثانية والثالثة والرابعة كابتن ماهر خمسة انتصارات على منتخبات مختلفة تؤكد الحمد لله مستوى التطور الحاصل على المنتخب النسوي كيف كان هالمشوار في التصفية؟ نحكي عنه بشكل عام أكثر لأن الناس كانت تسمع عن النتائج وتشوف شوية أخبار لكن هالمشوار بشكل عام بنظرة فنية منك طبعا أكيد يعني شوف نحن من البداية كنا عارفين الفرق اللي بالمجموعة وشايفينهم وعارفين مستوياتهم لا شكل المستويات مختلفة كانت يعني بالمجموعة يعني في البحرين كان يعني الفرق بعد الفلبين كان البحرين الفريق اللي يعني الأميز خلال التصفيات بالإضافة لطجاكستان والإمارات احنا بالنسبة إنا كان من البداية ومن بداية إعدادنا احنا اتفقنا وكان فيه اتفاق إن هاي هي المرحلة الأولى للإعداد دي النهائيات ومن خلالها راحين احنا كأننا بنلعب تصفيات يعني صحيح وبدنا نتأهل احنا مش ضمين التأهل وهذا كان الهدف من البداية حتى إنه نأدي ونخرج باستفادة فنية ومعنوية من خلال هاي التصفيات والحمد لله يعني من خلال اللقاءات اللي شفتوها والنتاج اللي صارت يعني هي أعطت مؤشر لكل آسيا والناس اللي تأهلوا إنه إحنا هاي مستوانا غير عن هاي الفرق وإحنا إن شاء الله مع فترة إعداد يعني جاي على مستوى أعلى إن شاء الله راح يكون فيه إنا نصيب في نهايات آسيا من خلال البطاقات الخمسة من ثمن فرق والآن وضحت الصورة في الثمن فرق الموجودين فبعد القرى إن شاء الله لكل حد تنحديث وإن شاء الله تكون الأمور في مصلحتنا يا عرب إن شاء الله سوسا هاي التصفيات شارك فيها المنتخب بلاعبات متوسط أعمارهم 21 سنة يعني إحنا بنقدر نعتبر هاي المرحلة هي المرحلة الأولى لبناء منتخب لسنوات قادمة أكيد هلا إحنا منتخبنا للسيدات الأول هو ميكس بين منتخب البنات الكبار الجيل القديم واللاعبات اللي شاركوا في منتخب تحت 17 طبع كأس العالم ومنتخب التسعتاش إحنا أصرينا إنه يكون فيه عندنا توليفة بالنسبة لللاعبات بخصوص منتخب التسعتاش والسبعتاش إحنا كنا حابين اللاعبات يشاركوا حتى يكسبوا الخبرة المرحلة القادمة رح يكون فيه نسبة كبيرة من اللاعبات الموجودات في المنتخب الأول رح يكون فيه اعتزال لإلهم فإحنا كنا حابين أن يكون فيه عندنا لاعبات من الفئات العمري موجودين معنا بالأول حتى يكون فيه توليفة إنه إحنا نشارك فيها للمستقبل طيب كابتن ماهر أنا أبدأ أرجع لك لموضوع مرحلة الإعدادة المقبلة اللي حكيت عنها أكيد هي يعني هلأ بلش الجد فلما يبلش الجد بدك يكون مرحلة على قدر المسؤولية للموضوع اللي إحنا راح نواجهه فإيش الترتباش إيش عندكم موجود هلأ أكيد شوف هنا بالنسبة للمرحلة القادمة إحنا عارفين إيش الفرق وإيش المستويات اللي راح نلعب معها فبالمناسبة يعني بلشت من اليوم يعني بالمناسبة كان في اليوم في الاجتماع مع المنتخب حتى ندرس كل الظروف وسبقوا طبعا الاجتماع مع عطوفة أمين السر حتى نشوف شو التصور وبدنا نبدأ دارك يعني ما في مجال إحنا الآن عنا 21 شهر راح يلاعباتي بلش في دوري راح ينتي خلال شهر بعدين راح يلتزموا مع المنتخب في برنامج الإعداد للوصول للنهائيات إحنا اليوم كان فيه الاجتماع في اللاعبات حتى ندرس كل الظروف في سبيل لأنه في اتفاق مع الاتحاد أنه إحنا جاهزين لكل إشي بالمقابل أنه اللاعبات يكونوا جاهزين وعندهم تضحي في هاي السنة بالذات حتى نحقق الهدف المرجو اللي هو إن شاء الله الوصول لكاس العالم فإحنا كنا اليوم بالابتحاد وكان يعني فيه اجتماع لمجلس الإدارة برقاة سمو الأمير علي ومجلس الإدارة استضاف كل الجهاز واللاعبات وباركوا لهم ويعني وحقوا بكلام حلو ودعم كوي من سمو الأمير للجهاز واللاعبات بشكل عام وبعدها احنا دخلنا على اجتماع يعني واستمر حتى اجتماع مجلس الإدارة بعدها يعني دخل سمو الأمير عليها اجتماعنا احنا وقعد سمع الاجتماع وسمع البنات وتابع كل الأمور فيعني يعني بتعطيك مؤشر أنه فيه اهتمام يعني لا محدود صراحة بشكل خاص من سمو الأمير ومجلس الإدارة كامل من جهات الاتحاد انه الدعم موجود انتو ما عليك وقالت تشتغلوا الآن رح يعني احنا حطينا كل الأمور والمشاكل الموجودة حتى تنحل ونبدأ ما بعد الدوري في برنامج اعداد متكامل لغاية ما نوصل للنهائيات طبعا اكيدوا يتخللوا بين بين معسكرات داخلية وخارجية مباريات متدرجة المستوى بمستوى الفرق اللي رح نلعب معها حتى يرتفع المنتخب للمستوى المرض طب ابرز النقاط اللي ارتكز عليها الاجتماعي اليوم ايضا كابتن نتحدث عن هل في معيقات ممكن نتجاوزها خلال هاي الفترة مين المنتخبات الممكن نواجهها حتى انه نوصل في المنتخب الفورما اللي احنا بدنا ايها شوف احنا الكل احنا متفاعلين بالمنتخب كمنتخب ومتفاعلين بوجود الثمن فرق اللي الان وصله اللي هي اليابان وستراليا كوريا والصين في اتنام الفلبين وتايلاند والاردن نعم فيعني بصراحة من البداية المجموعة او القرعة اللي صارت بالتصفيات بالمجموعات كلها خدمتنا والان ان شاء الله كمان القرعة النهائية تخدمنا بالاربعة اربعة حتى كمان تكون فرصة اكبر بالاضافة انه احنا يعني رحكون اعدادنا على مستوى حتى نوصل لهذه الفرق يعني انت عندك فلبين في اتنام تايلاند يعني احنا اذا مش زيهم اقال منهم شوي زيهم فما في عنا مشكلة مع هذول الفرق الان لازم نطلع بالمستوى عن هاي الفرق حتى نعمل المفاجئة ان شاء الله يعني اكيد هي رح تكون ان شاء الله مفاجئة او سارة للجميع انه نقدر المفاجئة ما تكون مع هاي الفرق تكون مع واحد من الفرق الاربع الاكبار حتى انه تقدر انت تتأهل ان شاء الله للنهائية ان شاء الله سوصم تموح المنتخب ان نسوي بالتأهل لنهائيات كأس العالم كيف بتشوفيه في النهائيات المقبلة احنا ان شاء الله زي ما حكي الكابتن ماهر احنا عنا سبع منتخبات بضعة الاردن تمانية احنا عنا فرصة احنا عنا خمس بطاقات للنهائيات كأس العالم ومش بعيدة عنا اذا كان فترة الاعدات عنا كويس ومنحة ومباريات رح نخوضها بالبرنامج المحطوط فأتوقع انه هي مش بعيدة عنا ان احنا نوصل كأس العالم اللعبات عندهم عزيمة وروح واسرار وعندهم التزام كبير فان شاء الله الفترة القادمة انه مع الاحتكاكات رح نلعبها والمباريات رح نلعبها انه يتحسن المستوى بصير افضل وصير عنا فرصة كبيرة ان احنا ننفس على واحد من البطاقات الخمسة طيب سوسلا انا كمان بدي اسألك انت قريب من اللاعبات ودائما بتكوني موجودة معاهم اكيد ومدردي كمان مالحكي هذا كل ياتو اهمية اقامة البطولة عندنا هنا كيف رح تنعكس على اللاعبات اول اشي اللاعبات المنتخب الاول كان نفسهم معيشوا والحلم اللي عاشوا بنات منتخب السبعطاف انا عشان هيك بالضبط سألت هذا السؤال فهم شافوا الاهتمام الكبير والضج الاعلامية وانك تلعب بطولة كبيرة وجمهور يكون بالملعب 15 الف متفرج صار عندهم حماس ودافعية فهلا هم بالنسبة لهم الوجود البطولي النهائيات بعمان رح تكون دافعة كبيرة غير انها تكون دافع فني رح يكون هو كمان دافع معنا ولائلهم ان انتو بتلعبوا النهائيات وعنكم فرصة للتأهل وبتلعبوها بالاردن وبين جمهوركم وباردكم فاتوقع انه البنات رح يعدوا مستوى كتير عالي بلب طموح الشارع الاردن ان شاء الله ان شاء الله كابتن ماهر بالنسبة للجمهور بتوقعاتك ممكن الجماهير اللي حضرت كأس العالم اللي استضافته على الاردن انه يكون موجود في البطولة القادمة خصوصا كابتن كمان انا ذا زيد يعني مع سميحة ومتفق معاكي مية بالمية بهذا الكلام انه سويسا حكت شافوا قديش المنتخب اللي هلا عم بتحضر قديش كان فيه اهتمام من الجماهير من وسائل الاعلام فهو بالفعل هذا العامل اللي احنا ممكن نرتكز عليه اكيد يعني انا بعتقد انه بوجود دائرة الاعلام الموجودة الان عنا بالاتحاد والتسويق هذا رح يكون له دور كبير واعتقد اللي صار في كأس العالم رح ينعكس ايجابي على نهايات اسيا في الاردن واتوقع جماهيرنا يعني ذواقة ورح تكون موجودة وخاصة جنس اللطيف شوفنا احنا يعني معظم برئات كأس العالم عائلات كانت موجودة ان شاء الله الاول غير فريق الاول غير صراحة يعني لما الشارع الاردني يشوف فترة اعداد المنتخب المباريات اللي رح تصيل خلال فترة الاعداد المنتخب اذا كان داخلي او خارجي كمان هاي رح تتدفع لكل الناس انه يتابعوا ويشوفوا المنتخب وهذا كله رح ينعكس وتشوف المدرد ان شاء الله يعني في كل مباريات الاردن يكون فل استاد ورح ينعكس كله ايجابي على البنات من الناحية النفسية والمعنوية انه يكونوا في الملعب وادوا مضاعف يا رب ان شاء الله طيب كابتن انت وايضا سوسن كنتم من المشرفين على منتخب الشابات اللي شارك في كأس العالم كيف ممكن نستفيد من هاي التجربة وايضا هذا الجيل اللي احنا شفناه شارك في هالبطولة الكبيرة هاي انه ينعكس على كرة القدم النسوية كمان اكيد شوف انا يعني ويحنا كجهاز ارتقينا من البداية لما بلشنا نجمع المنتخب للتصفيات اختارنا الاميز من اللاعبات اللي موجودين مع تحت 17 وحتى 19 فيه لاعبات سمحت لهم الظروف فيه لاعبات لا يعني مثلا فيه لاعب سارة المحترفة في ليبركوزين كان فيه عنده اصابة يعني تلت شهور تقريبا علاج فما كانت تقدر تكون موجودة فيه نور ابو كيشك الان انتقلت من توجيه او نظام الدراسة تبعها للجابعة في امريكا الفترة هاي بالذات ما كانت تكون موجودة بالاضافة للي اضفناهم احنا موجودين عنا ليه نور زوقش رند بستنجي حارس المرمى تسليم ابو الرب شفتوها لعبة في المباريات بالاضافة لجيدا النبر منعتها يعني الدراسة وعنا ليه الليه البطوش عنا جناع يعني فيه عنا ستة او سبع لاعبات بالاضافة لتحت ساعتاش فيه لانا فراس شفتوها شاركت من خلال البطولة هاي فالان صار فيه دمج ما بين يعني ما فيه كبار كبار هو بس يعني فيه الخبرة فيه شباب هذا الحكي ان شاء الله بعد من ان شاء الله يكون في كأس العالم اكيد بدك يكون في عندك فريق هذول البنات رح هم اللي رح يكملوا ان شاء الله المسيرة بالاضافة لالاجيال اللي رح تكون بعديهم موجودة نعم استوسنا من خلال هذا الجو وبرجع بحكي انت كمان قريبة كثير من اللاعبات المكس اللي عملتوه كيف اللاعبات الكبار عم بساعدوا اللاعبات الصغار حتى يدخلوا هذا الجو وهذا اشي مش سهل طبعا اول اشي انا بتمنى كنت كون انتوا موجودين بتشوفوا كيف التعامل بنات الكبار مع البنات الصغار بتحس فيه ألفة كتير وفيه محبة وفيه احترام بين الكبير حتى الصغار بيحترموا الكبار وكبار بيحترموا الصغار يعني فيه محبة وفيه دعم وبسندوهم يعني لما تكون عندها مثلا لعبات الصغار بيديها تشارك او تلعب فيه بجزء يكون فيه عندها شوية خوف فبتيجي واحدة البنات الكبار بتحكي معها وبتشجحها وبتحكي لها انه مثلا هاي فرصتك واثبتي حالك فبالعكس وجودهم انا يعني انا مش مش مصدومة او متفاجأ انهم اللاعبات الكبار تقبلوا لا بالعكس انا متوقع هذا الاشي لانه اللاعبات الكبار في يوم الايام هم كانوا لعبات الصغار ويحتضنوهم بنات كبار هم نفس الشي هلا الزمن بعيد نفسه انهم يحتضنو للصغار فبالعكس كان هم داعمين لهم يعني غير احنا كجهاز انه احنا بندعم اللاعبات الصغار بوجودهم من تشجحهم بس كمان كان فيه دور كبير من اللاعبات الكبار ساعدنا في مهمتنا هاي طيب كابتن انا بدأ انتقل لموضوع المنتخب يعني عم بنشوف الاهداف احنا قدامنا واش برفع الراس طبعا لكن انا كمراقب عم بحس حالة التطور ومدى الاستجابة لللاعبات يعني انا لما بشوف التكتيك اللي بلعبوا فيه وباس بيقطع نص الملعب حتى اللاعب تنفرد وايضا البناء السليم من الدفاع للوسط للهجوم هذا ما كان عندنا قبل يعني احنا كنا يلا بدنا نعمل منتخب نسوي ويشارك ويفوز على البحرين يلعب له مباراة منيحة نحط قول لكن بالمنهجية اللي انا شفتها بالمباريات اللي عبوها الصبايا ما شاء الله يعني انت بتحكي لك يعني ستيفاني لما تخلص لها لاعبتين ثلاثة وتلعب الباصل اللي بين فوق اللاعبات ميسى اهداف بالجملة يعني هذا اشي مش سهل هذا اشي انبنى بخطوة خطوة يا ريت اسمع منك هذا الحد شوف يعني لا شك طبعا احنا يعني اسمعنا من جهة ومن جهة اخرى يعني انه فريق لايب مع فرق ضعيفة وتسجل هداف كتير شوف كرة القدم انا يعني لان دحكي اشي فاني صراحة كرة القدم اول شي ما فيها ضعيفة اثنين انا بالنسبة لي يعني والجهاز معنا مش النتائج السبعة وثلاثين هدف اللي احنا مبسوطين عليهم احنا مبسوطين على انه قدرنا خلال الخمس مباريات كلها بدون استثناء وخاصة اخر مباراة اللي هي اصعب مباراة كانت وفريق الفلبين مش فريق سهل انه نفرض اسلوبنا في اداء جماعي بناءها زي ما حكيت هجمات متنوع اذا كان كرات طويلة اذا كان بناء من عبر الخطوط اذا كان كرات عرضية تهديف اذا كان انفرادات اذا كان صناعة لعب يعني هاي الاشياء اللي فرضناها خلال البطولة كاملة انا هاي اللي كانت يعني بتهمني اكثر انه الفريق استطاع انه يفرض اسلوبه طول البطولة على الفرق كلها وبين فارق المستوى وبعدين انك انت تسجل سبعة وثلاثين هدك مش سهل حتى لو الفريق ضعيف حتى وتخلق كمان خمسين فرصة خلال الخمس مباريات هذا مش اشي سهل لولا انه في فريق منظم داخل ملعب في ناس بقولك لا اذا بشوف حتى لو فريق حتى يا كبتل فريق الضعيف انا بحكي عن المنظومة ككل اللي عم بشوفها قدامي لما بشوف شهي ناز عم تلعب وبتخذلها لعبتين ثلاثة بشوف ميساء بتسجل من بالظبط في جمل من وسط الملعب من اطراف الملعب في شغل من الخلف للوسط للهجوم يعني هي كرة خدمة نشوف ركلتها الجزائي كبتل ما شاء الله عنها يعني استفاني يعني استفاني يعني من اللاعبات صراحة المميزات اللي عندها فكر عالي وهي يعني صانعة اهداف اكثر من انها هداف نعم نعم انا بدي اسأل سوسن بما انهم حكوا عن المستوى الفني يمكن دايما نظرة المجتمع للبنت اللي بتلعب كرة قدم مش زي الشاب ويمكن مجتمعنا ما كان متأبل فكرة انه بنت بتلعب كرة قدم بعد كأس العالم والمشاركة بالتصفيات والمستوى الفني اللي قاعدين اللاعبات عم بيأدمو عم بتحسي انه في تغيير بنظرة المجتمع لكرة القدم النسوية ولا لسه بتحسي انه زي ما هي هلا انا بدرجة على البداية احنا انا لعبت بالمنتخب بالالفين وخمسة وكانت نظرة المجتمع انه بين تلعب كرة قدم كانت غريبة شوي انه بيجي بيسألوا الاهل انه انتوا كيف بينكم تلعب كرة قدم انه لا انه بالمجتمع عيب انه هاي لعبة ذكورية بس بالانجازات اللي صارت من الفين وخمسة لليوم اثبتت انه ما في ايش مستحيل وانه كرة القدم مش بس حكر على الرجال هي تقدر بنت لعبها كان بالمدرسة بالشارع بالنادي بالمنتخب فبالعكس انا شايف ان نظرة المجتمع كتير اتطورت وصارت افضل حتى في اهالي صاروا يجوا على الملعب يدعموا اللاعباتهم وشجعوا بناتهم ويحضروا المباريات وفي اهالي كانوا يسافروا معنا على البطولات فبالعكس انا شايف انه نظرة المجتمع كثير تغيرت عن اول والحمد لله صار في اقبال اكتر حتى مو بس بعمان صار حتى في المحافظات في عندنا لعبات عندنا مراكز الواعدات موجودين في كل انحاء المملكة فبالعكس الكرة القدم كل مال عم تتطور وكل مال القاعدة عم تتوسع اكتر واكتر اكيد ان شاء الله منشوف تطور يعني انا بالنسبة اني انا بأعتبر يمكن اللي وصلنا بكرة القدم انجاز ورقم قياسي كمان اكيد وبما اننا حكينا عن الارقام القياسية خلونا نشوف فقرة جنس في كتاب جنس للارقام القياسية لا يزال فريق ريال مدريد يغرد خارج السرب فهو الفريق الاكثر تتويجا في بطولة دور ابطال اوروبا لكرة القدم برصيد 11 لقبا وبفارق اربعة القاب عن اقرب منافسيه فريق ميلان ريال مدريد صال وجال في البطولة الاهم دور ابطال اوروبا وحقق اللقب في ست مناسبات خلال المسمى القديم للبطولة وفي المسمى والنظام الجديد للبطولة فرض نفسه بطلا ايضا بتدويجه خمس مرات في خمس نهائيات خاضها الفريق الفريق الملكي سيحافظ على رقمه كاكثر من توج في دور الابطال لسنوات عديدة او حتى عقود من الزمن وطبعا من الرقم القياسي لصاحب الارقام القياسي دائما نادي ريال مدريد بدنا نشكر الكابتن ماهر ابو هنطش المدير الفني للمنتخب النسوي كابتن حضرك اليوم ما شرفنا ونورنا وفخورين فيك احنا تسلم شرفنا بوجودكم وبقناتكم وبرنامجكم المتابع صراحة من يعني عدد كبير من الناس وبالمناسبة اسمح باشكر يعني صراحة اتحاد كرة القدم وبرئاسة سمو الأمير علي لأنه صراحة فيه اهتمام يعني الاهتمام اللي احنا شايفينه بأدق وأصغر التفاصيل في منتخب السيدات وكرة القدم بشكل عام كسيدات وطبعا اتحاد كرة القدم والأمين العام في الاتحاد سيزان سوبر اللي هم تابعنا دايريكت في كل الأمور وباشكركم على هذا اللقاء وأيضا نسوسان الحسسين المديراء الإداريين المنتخب نسوي كل الشكر لحضورك اليوم شكرا كثير وأهلا وسهلا فيك نورتونا